مرحبا بيكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج كاريزما كاريزما ديالة الحلقة هي الفنانة والنجمة المغربية تيسام تيسكت مرحبا بيك ترحب بيك جنة أخويا مراد بارك الله فيك كل شي مزيان الحمد لله ما فهمش هذه الخضورية زعماء ما فهمش عالمود ولا طالع في طنبونس كل شي مزيان الحمد لله للخضورية سبحان الله الحب معند الله كتعيشي حالة حب دليالة؟ مع اللون الأخضر مع اللون الأخضر عزيزعلك طبيعة وطبيعة الحال أه بيانش أنت دابة في طبيعتك أي في طبيعتي إذا نبدأ بالحلقة بسم الله واش تقدري تجوبيع الأسئلة ديالنا بكل روح رياضية؟ نعم واش تقدري تقبلي انتقادات ديالنا؟ البناء نعم في حالة الغضب واش هتتقلقي هتهجمي علينا ولا هتخرجي وتخلينا؟ نخرج ونخليكو إذا انت قدري تخرجي؟ لا لا صراحة لك الحسباتي بلاكس مستعدة نقشو أي موضع ونترك حالة واش تمحي لينا أننا نعطيك أسئلة كالتعلق بحياتك الشخصية في الحدود؟ نعم أم لا؟ ما كينش بين وبين؟ محسن نكون نعم نعم أسئلة تي ما عندك ميت خبّة؟ لا ما عندك ميت خبّة عادي شوية كين ما عندك ميت خبّة لحياة الشخصية إذا نعم 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 واش تي سم تي سكت؟ عندها شخصية وكاريزمة كبيرة تكون عندها الجرأة أنها تنتقد وتوجه وتنصح أقرب المقربين نعم بالطريقة الزوينة التي هي أحسن اللي في صالحهم إذا أنا غا تعطيني التأشير نبدو الحلقة بسم الله ما هي العيوب دي بتي سم تي سكت؟ تقدرت تعطيني ثلاثات العيوب ديولك هم يا أخوي عيوب أنا فضحهم ليه؟ وكن عادي نمغون عرفوه ما هي العيوب ديولك أوه كنت عصبية دبا ما بقيتش ماش غير عصبية كنت عصبية كنت دبا ما بقيتش لا كنت عصبية كنت عصبية كنت نفعالية ولكن دبا ما بقيتش دبا ما بقيتش صاحبي مالك كنتي غير وشو واحد كي يقولكش كلمات كتبية تغوتي دبا ما بقيتش كنتي ايه العيب ديولك تي كتت عصبي بالزربة ايه كنت كنفعال بزا فلا دبا وضي للحمد لله كنت وفيكوحد العيب كتغيري ايه كان نغير أنا كان نغير على ممويمتي نغير على أبويا نغير على أخويا نغير على أختي نغير على بلادي نغير على قفطاني نغير على كل شيء تي سامتيسكت مؤخرا طيح كسر من نيت سمعنا بأنك شنقتي على رحال وقلت لي ما كتخدمنيش بزاف وتضاربته واش كتضحكي وأنا كوم خاص مين وهاتش يخرج له في المواقع التواصل الاجتماعي هذا ليس صحيح نهائيا وكانت تحكي حيث الغاية هذه الإشاعة بين القوصين دارت لغاية معينة وهي من أعداء النجاح والأعداء النجاح أنا لم أعرف الغاية لها لكن مئة بالمئة خبيتها إن الإشاعة تقول أنه أنا إنسان مدير أعمالي ما تجيبش لي الخدمة مدير أعمالي كان يجري تحية كبيرة حتى الآن دائماً يكون معي في جنبي وخدامي وأحسن خدمة تكون عند مدير أعمالي مدير أعمالي تحرص على ليماش ديالي تحرص على كل شيء بحل واحد من عائلتي اللي غادين في مركب واحد وفي مسيرة الحمد لله موفقة بمئة بالمئة لأنك اللحظة في حب الناس ولكن عندما ترى إشاعة بحل هكا تقول إذاً لو أنا لنفترض أنا فاشلة ومدير أعمالي فاشل لماذا تهضروا عليها؟ أنا فاشلة لننتبهوا لي إذاً هذه مؤامرة من أعداء النجاح بغاوا يشو وشو على لماذا نقول لك مؤامرة لكي لا أعطيش الموضوع أكبر من حجمه لكن لدينا غاية خبيثة وكيف يقولون بأنك ما تخدمتيش بزاف داك شي على ما تخاصمته قلتي ليه؟ شنقتي عليها في الزنقاء وقلتي ليه لماذا تخدمتينيش؟ فيه ما تخدمكش؟ لا أشوف عبتاني هاتش ما كانش اعتمافين احنا بدأت شي تشنيق وشنق عليها وشنق عليها احنا ما كانش هدنا هاتش والمخاصمة ما كيناش بيني وبين مدر أعمالي الحمد لله والحمد لله الناس يطلبونا ديما وشنق عليها وشنق عليها وشنق عليها وشنق عليها لا يكون لدينا التزام وشنق عليها لا يكون لدينا لتوقت لتنمشي وشنق عليها وشنق عليها وكيف يسميه فاشل يعني هذا بحديد دليل كبير احنا لا نريد أن نقبل كل شي باش ما نوصلوش لحد ديما كنبغيوا كي يقول لها أزهات على السبب ازعمال ضاهرة صحية انه نشر عليك الاشياء على هالدرجة ولا لغاية في نفسي شوف أعدوا اللي قولت أنا أنا بالنسبة لي ما عندي زعمال مشكلة مع تشي واحد وما تنتهم تشي حد ولكن هاد الإشعة بما أنه خرجات يعني هكا علنا والناس عندهم غاية كي يقولك أغانيها فاشلة وهي فاشلة ومدبزة مع مدير أعمالها يعني الغاية مش زوينة يعني بغين تخصموني مع مدير أعمالي بغين تنشروا إشعة أنني أعمالي ما نشحتش مع العلم أعمالي الحمد لله كلها نجحة والدليل بالنسبة للناس يأتي معي على الأغاني ديالي الأخرى يأتي معي تبارك الله عليك ولكن عندما تصغرت تفكروا المثلثة الدليل اللي باقي لحد لأنت تعاود ديالي أنا معدارة مني عايتلي كرة تصدمت وش عشين ناش كي قولوا لي مني جاء معك رحية وقلت ويلي كيف أجل مخاصمة معاوجة ووصلها حيوه حانت أنا بنتي في شكله كتبوا السوديو كتصوره وعايتلي كرة يمكن متلتوا قدامي الله يختار لك الزواج هو يختار لك العرز ديالي هو ليس يختار لي الزواجي باش نتشاهد حانت بنا تكون واحد العلاقة شخصية واحد العلاقة قريبة جدا علاقتي مع مدير أعمالي قريبة بززاف وهو ليس فقط مدير أعمالي أنا كنحسبه كفرد من العائلة لأن هذه القضية اللي الناس تشكو فيها هال مدير أعمالي اللي يقولون الناس تخصمت معها ولكن ما قلت تحكم لي هو ليس يدخل في حيتي الشخصية نهائيا ولكن أنا حيث كنعزه بحال الخوية الكبير أنا كنتشاور معها نعم ندوزو الموضوع أخر تفضل تقديرت تقول لي يا رأيك في الفنانة سلما راشيد الفنانة سلما راشيد بالنسبة لي أنا كانت قريبة لي بزاف في واحد اللي وقيتها كل واحد مشرت لها في الضوم كل واحد في الميدان ديال كل واحد يتلاف في الخدمة ديالو لذلك تفرقنا واحد شوية ولكن كتبقى عزيزة عليها بزاف إذا أعطيتك ثلاثة الأسماء قلت لك شكون هي الفنانة اللي ممكن تدري معها ديو إذا قلت لك واش سلما راشيد دونيا باطمة ولا رجاء باللمير ديو ولا اللي قريبة لي ديو 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 ما ديو ما عارش ديو خيرها الجمهور اللي كيعرف داك الكاميستري بيمن وبيمن ديزة ولكن بما أنه يمكن شكون رجاء دونيا لماذا تعجبك في هذا؟ شو اللي كتعجبني؟ مثلا إذا عجبتك ممكن أنك تدري معها عمل مشترك باللمير لا بالعكس هذا السؤال عادي عمل مشترك نعم يمكن سلما هي اللولة نجرب معها يمكن رجاءتها يقدر يجيش ديو ويهواع كان نشوف زعما شكولي كاميستري ديزة بيناتنا ومقرابلية مثلا سلما قريبالية رجاء احتيا قريبالية كان عرفها زعما شخصيا ولكن دونيا ما عمري ما تلاقت بها يمكن مرة واحدة وما كان عرفها الشخصيا وخاصة لما راشيد قلت لك بأنها هي رقم واحد في الدومين عليك انتي حقها تشوف راسك انتي فين تشوف راسك انتي رقم جوج والله ما تنحمل مسألة الأرقام مموراد أنا كما قلت لك في الأول تنتحدى نفسي أنا تنتنافس مع نفسي نوصل إلى أحسن فاقسيون وليا عاد نشوف بعض الأرقام في الواصلين إذا انتي مكينج حسن منك تنتنافسي مع نفسك لا نهائيا أنا تنتنافس مع نفسي وما تنقولش أنا حسن من الله كما تشوف في راسك انتي في ساحة الفنية بصراحة تنشوف راسك انتي في الخطوة تابعة الحمد الله تنشوف راسك غدا بكما سيقول برزانا تنشوف راسك حب الجمهور غادي وكيزيد أما انتي ديبلوماسية أما انتي تهربت من جواب أما أريدين التجوبي والله أتاك أن أمضى معك من قلب قلبي يا مورد يعني الليل يعلى قلبي على لساني إذا قتلك أعطيني الرقم ديالك ما بين هاتثلات دونها باطمة سالمة راشيد فين كينا تيسام تيسكت فين كتشوفي راسك انتي هنا انا عطيك واحد الرقم زوين صافينا احتراسي في الرقم الصعب الرقم الصعب اللي هو واحد اللي هو رقم الصعب ورقم واحد صافي ورقم واحد انتي رقم واحد بشي غير نديرلك إلا كان عندك الاختيار وقلنا لك شكون ممكن تجوج تسام تيسكت واش رابع قاطي تدس ولا الفنان عزيز حطاب تجوج بي نعم مش كلي ممكن انك تجوجي فالثلاثة تواحد علش كيفاش علش علش معجوك لا تجوجي بي لا تجوجي بي تخيلي انك انتي ممكن انك تجوجي بي يكون الزوج ديال ما تخيلت وحد انه الزوج ديالي فيهم عندي مصادر بانك غدا تجوجي كنشوف يدك الخاتم انا ايشفت الخاتم معجبني هذه اغنية ولا جواب هذه اغنية مشي جواب لا لا اغنية كين مشروع زواج ان شاء الله نكون قانش نكونه وقتاش غن نشطوه ونفرحوه بابتسام يهو قتمجة الناصي قتمس خالله في الزواج معرفش ان علش هاد السؤال طير جدل في الواسط الفني كل شي كيت سنى الزوج ديال الابتسام تسكت ما اعرف شعبتاني انا فاش كنشوف الناس ليتي اللي كي علقو دك شي تيقولك حنا ما شغلناش في الحياة الخاصة ديال الفنان ولا الفنانة شوف في ايه مزيانو وهد الناس كي يقولوا لك انت ابو احدك ولا كنشوف زعم ايجمالا في بعض المرات في تعاليق ولا في شي حاجة قد سناي نقرا فين تغبر نحاسك لك انت سنادهب فين يغبر ألماسي نعم انت مطلع عني فو شوية له مطلعه في مستوى اخلاقيا مستوى الاخلاقيا اه شحال من واحد جاي خطبك صارحة اه اه شحال من واحد اه كيجيو الخطاب بزاف عندك اللهي ما حاسبه موعد اذا كسارة شوية نعم اخير واحد خطبك ايه نعم ملو شنو كان رد الفعل ديالك شنو كان رد الفعل ديالك يوافقت ولا موفق اه علش ما كتوافقيش حتى انا كنعرف بانك يجو خطب لا انا تخطبت ما تزوجتيش لا انا اللي عارف تقريبا واحد عشرين واحد اللي يخطبك ولا كينكسر مائتين واحد اللي يخطبني شحال مائتين انتي عندك نوامر مابقوش عندك بالنادم مائتين واحد اللي يخطبك لا بصح لا لا شحال تقريبا لا لا مشاق بزاف بحالي بحالة اللي بحالة اي بنت تقدموني هالخطب كنت مخطوبة مؤخرا وما أكملش شنوقع شي حواج لا ناسبونيش شمالا مثلا حانت كان بزاف الناس متبعين متيس متيس كتبو وعرفو فارس lit أحلام ديالك كيفاش يكون والله العدم يلا روح بالنسبة لي أنا واحد للإنسانة اللي رأيي من رأيي بزاف دي اللبنات اللي أول حاجة كتطلبها هي بعدها الحب و أهم حاجات التفاهم يعني من كيكون ذلك التفاهم و التفاهم يعني بلما دخلو في لديتاي التفاهم هو أساس العلاقة أنت ما زال ما لقيته تتشك تيكون بين في الأول ولكن من بعد كتت تضح لك أنه ماشي الشخص ماشي هو هذا الشخص المناسب هايس برمعنا شوية عافك عن منا نعم أنت واقفة على الرجل؟ لا ما واقفة شانا ما نوقفش على الرجل لا ليش أنا واقفة على الرجل؟ محتاجة؟ لا ما محتاجةش إلا جاب الله النصيب غاد يكون بجوج نتعاونه على الزمان وإلا ما كاربي ما مسخرش الواحد لإحتى الواحد اللي وقيتها سيجي ذاك الوقيتها غي هو هاد النقطة المراد اللي قلت يدي الفناني ما محتاجينش للراجل بالعكس راكين على حسب مثلا شي أمهات ولا نساء إلا جينا نهضرو وكتعيش هي دور الأب والأم وكتعيش دور الأب والأم والراجل كي يكون ماشي راجل دي لدار يعني هو مسمي غير راجل هو ما عندوش مسؤولية أو لهذا كتولف أنها سوف يتتبقى هي عن اللي قايمة بالدورين نعم كتبا خرج بزاف المجتمع أننا ما محتاجينش للراجل ولكن اللي لجيتي تشوف في الأصل في الأصل خلق بيناتنا المودة والرحمة باش نكمله زيما باش نكونوا متعاونين مع بعضياتنا علش الله علش غير نرفضي لكا حلالا طيبا ورجل صالح علش الله علش أنا ما نحتاجها نحتاجة سيدي واحد لوقيتها ولكن حاليا الله ما نقولش أنا ما زال ربي مسخر لي لوقيتها ما زال إن شاء الله نصيب مستقبالا وش مستقبالا تتقلب على الحب الحب شكولي ما يتقلبش على الحب الحب روي أساس الحياة ما زال ما لقيتش الحب وكاين ولكن الظروف كتتتخربق كل شي وكاين بعد المرة الحب بلا بلا حويج غورين بلا تفاهم ولا بلا ما نقولش حسن نية حيث الحب كي يرتبط مع حسن نية بعد المرات كي يكون إعجاب ولا حب ولا هذا ما تيكملش بسباب شي حويج حيث الحب وحده ما كافيش خايفة أنت من رتيبات دي الزواج لا؟ ماشي خايفة خايفة يفشل يمكن أنا حيتش ساري ما في هذا الموضوع نقولك أنا علاش وتسمحي لي طب حين أنت عندك تجربة دي الأم ديالك بسبب الطلاق وما بغيتش تشوفي راسك بزاف المجتمع عنده متجربة أنت خايفة من هذا القادية؟ لا ما خايفاش غير هذا الإنسان اللي غيكون فيه ذاك شي اللي حسيت أنني أنا غنرتح من بعد حيث الناس سوف يختارون لك الناس أو سوف يختارون لعائلته أو هذا لذلك أنت و الزوجة ديالك ولا أنا و هذا الزوج ديالي مستقبلي سوف نكون في دار واحدة يعني يجب أن نكونوا متفاهمين أولاً يجب أن يكون موفر للراحة النفسية ما هي أنا كنشوف بعض المرات كنشي حويج في الزوج اللي صعابين كنسمع بزاف اللي تزوجون عندهم تجارب صعابين ما خايفاش كنقول كل واحد كي يأخذ نصب دياله لكن متأملة أنني إن شاء الله شارك الحياة ديالي اللي غادي نتزوج بي إن شاء الله مستقبالاً غادي يكون إنسان مزيان وغادي يتعامل معي مزيان وغاي عاوني نزيده أنا ويا القدام ما هي الرسالة اللي توجيها لأخوك من هذا المنبر؟ نقول لي الله وفقك إن شاء الله في امتحاناتك بصالحة أم لا ما زال؟ لا أنا أخويا مصالحين لدي أخويا واحد تتغور باس ها؟ دوس دوسو الشاشة غرا؟ ها؟ ها؟ بسعب الله يساهل على الجامعة أمين ها سيدي الله يسامع الجامعي الله يسامعي ها؟ 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 هيا كل شيء تانتي رأى قلبك في يد؟ الله يرحم الواليدين ده أنتا الله يرأى قلبك في يد؟ شي من أكام اللي قلتي الله يساهل عليّ رأى قلبك في يد؟ ساتو بتيسام تيسكت ده بحنا داخلين على العيد بغينا نعرفو بتيسام تيسكت واش دبرات على الحولي ولا مازال مازال ما دبرتش على الحولي كيفاش كددوز أجواء ديالك في العيد كيقولوا غالي هاد العاملة إذن بقي مفرصك شنتي مازال مفرص نعم دير القرون بصح دير القرون عو تاني بصراحة على حسب كل عام عامل أول عامل أول عامل أول يمكن كان عالي ذاك العام شوية وقال ما عرفتش يمكن حدود ما عرفتش وشكة وعلاف يا كتلت خمسمية ربعلاف وخمسمية مش عالي ريسي مش عالي ريسي ما عقلش كان العائلة لك يتكلفون بذاكش وكنت لك تخلصي لا بحسب لا وكن أنا اللي سمعت معلومات عندي بأنك اللي كيصرف على الدار هي بتيسام تيسكت واش هنقول لك بالنسبة لي أنا ما كنشوف أنني ها متحملة واحد المسؤولية وهذا ولكن كل واحد قادر يعني قادر بنفسه كلهم تعونوني وكلهم يعني كل واحد تقدر يعطي شي حاجة سواء مادية سواء عاطفية سواء هذا تقدموا يعني الحمد لله عائلتي كنا متحدين واش كتدري في العيد انتي نهار العيد نهار العيد بعدما تنمواش نحضر الدبيحة حيث واحد اللي وقيتها كنت جنال ماكل أنتين لا 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 ما تناكلش ما تناكلش قليلتان يا ربي تمحلي يا زي ما هذه القضية مني كنت صغيرة وقعتني تعلقت بزاف بالحولي ومن ندبحه وبكيت بقيت كان بكي واحد سيمانة ومتمونا وانا متان بغيش نحضر على الدبيحة بالحق كان عاون مامان شوي معاها وذك شي ما عندي شموش كي منكتكش 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 شوي ما بكيتش منكتكش شوي ما بكيتش حيث صفي نسيت نعم يعني نسيت الدبيحة نعم دابة حاليا ما كتشوفيش العيد كتش قايف الدار تقايف شديد تقليا منكتبو على بعضياتنا لا ما كتقلبيش لحوليك يدير لا كل ميكا كتدير فيها الحمدية لها وذك شي كل ميكا ديال كفتاب وحدها ميكا ديال هادي بوحدها كان هنظر أنا على الدوارة لا الدوارة لا ما كان أكل هاج لا ما كتغسلي هاج لا لماذا؟ ديرها فايز عما في النانا بالعكس ما كتبحيش أنا قبل ما كنت في النانا ما عرفتش ما شي حاجة عندي ما كل واحد سبحان الله عنده شي عيوب نعم مش كل يكا تكلف بدل العملية ماماك اه حسب بلا كانت شي سيدا معها وللا كانت ما كتشوطيش الرأس ما كتشوطيش الرأس اه لا انتي هكا تشوفي من البعد كنشوفوه في مواقع التوصي الاجتماعي في النانات كيبانونا مصورين مع الحولي شنو بلك في الظاهرة او كي دبحو في الحولي شنو بليه في الظاهرة زماشنو كتشوطيش ضاهرة أنك ابتسامة تنان توقف تبروز احدا حولي وتصورها ايويا او لكتشوطيش ما عرفتش أنا أنا مجمع عرفتش وقيل ما عدرتش شي مرة ولا مقول الله هي ما عرفتش حق ما كان ديراش بزيف زماشنو رائيفة ما عرفتش كل واحد حور في راسم ما عرفتش كل واحد اللي رشقتلو ديراني ما شقتلوش من ديراش ما كتشوفش بأن شه مؤثرات انتاقتهم الناس على ودات القادية كي قولك مثلا كي لمازال ما معيدش وهي مصورة معا حولي او لكتنشر ما حرية ديرهم الشخصية ما عندي ما نقول نعم ما عندك تاشي رسالة لتقولي لهذه الناس نعم حيث لا نريد أن نقول رسالة أو لا شي حاجات حيث نقول كل واحد ذلك شي مقتنع به يديره بحال دبان تقنعني بشي حاجة أنا مقتنع بيها نعم جيت حاول تقنعني نقنعتني واذا ما قنعتني شغل نبقى نديره كل واحد باش مقتنع ما باش نقول لهم شنو يديره انتي بتي سامتي سكت واحد فنانة ومؤثرة وممثلة تلعب تدور في المجتمع واش هنقول لك ما نقدرش عاديما أن نحكم في شي حواج نقدر أن يكون عندي رأي في شي حواج اللي خاسني ندخل فيهم ولا خاسني نقول رأي نعم ولكن شي حواج اللي كل واحد حر في تصاوره انتي ما كتقبلش تديري عمليات جميل صيفة نهائية ولا احنا نتسنوكتة تشرفي عنا تدري الجميلة عدنا نحتاج واختاش درتي الإصلاح لك انتي آخر إصلاح درتي آخر إصلاح درته هو تفشولي الروايد ديل الطموبيل ديل الطموبيل نعم انتي متفشوش لك الروايد لا ما زال الحمد لله يعني بقى بقى طبيعية الحمد لله نعم صوبتي الطموبيل آه الطموبيل اللي ما بقعتش طبيعية شمن طموبيل عندك؟ عندي طموبيل عدها كم زيانتي في الميدال الفني؟ الحمد لله ماما لك الحمد سمعت بأنك عندك مشاريع تجارية علش فلوس ما تدوكش ديل الفن قلبتها تجارة ومالتجارة ما زويناش بيوسيق زوينة عندي مشروع قادم إن شاء الله نعم شنو 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 هذا المشروع؟ غادي يكون مواد جميلية إن شاء الله خاصة بالنساء بالنساء هل يريد أن يحفروا لك؟ صراحة أريد أن أهضر معك من قلبي أنا كنت أهضر معك من قلبي ولكن بعد المرات حيث العفوية ديالي والتي تأتيني في قلبي ونقولها بعد المرات كنت تفهم غلط ولكن في هذا الموضوع بالضبط أنا إنسان أنا متسامحة ومسالمة وما كنت أريد أن نظن في العبد الآخر سوف يظن بها ولا أريد أن أحفر لي ولكن بكل شفافية وبكل صراحة مرد رأيت حويج صعابي لا أريد أن أصعابي أنا رأيت هذا الحويج وسمعنا بأنه ما هي هذه حتى تلعب بطولة بغاية تغني أنا بلية أزعج 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 وبدون ذكر الأسامير كنت أريد أن أجزاء أحب أخي كما تحبه لنفسك أحب أخي أحب أخي المسلم أخي المسلمين وخي المسلمين وإذا أريد أن تخبرك أكثر من الله سوف يجبك الله يُجبك ألد من تتخبئ وأن تتحارب برزاق تتعرض لك تعرض لك الله لا يُجب أن تتخبرك نحن نعصف روايدة في الميديا الفنية نعم خسارة كنت كنت توقع دائما تسمع تقول لا كنت كنت توقع ما نشوف تشي حاجة وكن نشوف وكن ندير عين ميكا وكن يعود نقنع راسي أنه لا لا ركاية الحب أبتسام لا 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 عادي كنت نحس بالنفاق من العينين ومن الطاقة وهذا ولكن في نفس الوقت كنت نحسن الظن بالله و بالعبد دياله باش زي ما ترجع ليه لكن في النتيجة الله موسيقى 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 بغيب النظارات ولكن الحمد لله سبحان الله الناس اللي تنشتغل معهم تحترموني بزاف لكن شي واحد مثلا اللي نقوله مثلا شي واحد اللي بغيتحرش ولا اللي يتحرش مثلا وكان صادفناه مثلا في الدومين يقدر يكون قاعد تحرش موسيقى 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 نعم له موسيقى موسيقى أنت بكلامها وطريقتها لباقة محترمة. ستحترمها أو لا تحترمها؟ أنت أريد أن أحترمها؟ هذا شيء يتوقع. بالنسبة لك أنت، الفنانات التي يشتاكوا من التحرش، ماذا تقول لهم؟ نقول لهم، يوضعوا حد من الأول، بطريقة لا يكونوا لباقين كثيرا، لكي لا يصلوا إلى الباقة، ولكن يوضعوا الحد لهم ولم يريدون أن يتحرشوا بهم. يوضعوا حد من الأول، قبل أن تصل إلى مرحلة متطورة، في الأول حدي، لما كان هو قائع على هذه الدرجة غير محترم، جميع لي عباد الله هذه الساعة. انتي سامتي سكت، وصلنا للسؤال الأخير والموتير. سأعطيك سؤال، ستقرأه بوحدك، إذا قدرت يتجوبي عليه، سنوريه للمشاهدين، لا قدرت يش، ستنسحه. حسنا. واش تقدري؟ تجاوبيني على هذه السؤال. بسم الله. تفضل. سمحني يا مارك، ورش نجاوبهم، بنت يا أخوي يا أموالاتي. صلى الله فرسكم، محمكم. كات معكم، كاريزما، النجمة المغربية، ابتسام تيسكت، السلام عليكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر